السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهار ده معدنا مع شرح الشدة هنشرح الشدة بطريقة سهلة جدا من كتاب نور البيان ونقول أسرار كتير عنها ولكن في البداية اضغطوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة وكتبوا تعليق حاله زيكم ما تنسوش تصلي على سيدنا محمد الله وما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب يا جماعة يعني الشدة أول حاجة الشدة هي عبارة أو الحرف المشدد عبارة عن حرفين الحرف الأول ساكن والتاني متحرك يعني كان فيه حرفين بالشكل ده الأول عليه سكون والتاني متحرك يعني عليه فتحة أو كسرة أو ضم النهار ده هناخد الشدة مع حركة الفتح الشدة مع حركة الفتح والمد بالألف كمان الشدة شكلها بيبقى اللي هو الشكل ده عامل زي رأس السين كده سنتين كده وبضعها على الحرف عشان أدل عن أن الحرف ده مضاعف يعني في الأصل كان حرفين الأول ساكن عليه سكون والتاني عليه إيه الفتحة ده طبعا الشدة والفتحة فكنا بننطق كده با بد دا بقف على الدال الساكنة وبعدين بنطق الفتحة طبعا لازم عشان ناخد الشدة لازم يكون أخدنا السكون وعرفنا أن السكون ده اللي هو في الرسم القرآن بيجي بالشكل ده عامل زي رأس الحق بقف على الحرف شوية وبعد كده إيه لازم طبعا الحرف اللي قبله يكون متحرك عشان يمسك إيده عشان السكون عمره بيجي أبدا في أول الكلمة أيضا الشدة عمرها ما تيجي في أول الكلمة خالص لأن هي بتبدأ بالسكون بالحرف الساكن تمام؟ زي كده هو بد دا طيب اللغة العربية مش بتحب أبدا التقاء حرفين شبه بعض كده مع بعض فقمنا إيه؟ أضغمناهم أو دخلناهم في بعض كده خليناهم حرف واحد وعوضنا عن السكون حطينا شدة والفتحة نحطها فوق الشدة يبقى بد دا يبقى أول ما نشوف أي كلمة عليها شدة أنطق الحرف ده مرتين مرة بالسكون ومرة بالحركة اللي محطوطها فوق الشدة سواء كانت فتحة أو ضمة أو كانت تحت الشدة كسرة لأن طبعا الشدة لها ثلاث أنواع شدة وفتحة شدة وكسرة شدة وضمة النهاردة معادنا مع الشدة والفتح أو الشدة وحركة الفتح هنقرق مع بعض وف ف طيب لما نضغمهم في بعض بقى نقول إيه؟ وف ف هو نفس الصوت ولكن ما ينفعش أكتبهم كده أبدا لازم أكتبهم كده وحط على ف الشد حق حق فص هنا الشدة مع مد الألف طبعا لازم أكون أعرف الفرق بين الفتحة وبين المد الفتحة بتبقى حركة واحدة بس إنما مد الألف بنطول الصوت بمقدر حركتين يعني زي هنا كده دع وهنا هقول إيه؟ دع وهنا دع يبقى هنا بالفتح بس بحركة الفتح شدة وفتحة هنا شدة وفتحة ومعاها بعدها إيه؟ مد بالألف الكلمة دي وقطعها تقطيع صوتي هي بقى بنفس الشكل ده دع دع وأعمل شرطة والع تطلع مع بعضها المد والممدود يبقى دايما الحرف الساكن يجي معا اللي قابله والحرف المتحرك يجي أو حرف المد يجي دايما معا الممدود يلا هنا نقرأ ردا حجا حيا بثا هشا سنة أبدأ بقى كده لو أنا هدرسهم لأي حد هبدأ أن أنا أخليه مثلا ياخدوا المقاطع دي كده الأول ويكتبها شكل الشدة كده لشنتعرف عليها الأول يعني ما يكونش طبعا الكلمة حروق عدد الحروف كبير تكون كلمات بسيطة بالشكل ده وبرضو هنا أهو هبا هنا بقى شدة وفتح وفتحة مع إيه؟ مع مد الألف أو الشدة والشدة بالفتح مع حركة الفتح ومد الألف غطى حل زو حف غش أبدأ بعد كده أدي كلمات كلمات بالفتح وبالشدة أمطقهم الاتنين في نفس واحد قطع قطع جمع جمع فتح فتح بلاحظين الفرق ما بين صوت الفتحة وبين صوت الشدة والفتحة هو الحرف اللي في النص ده أهو درس درس بقى الرأل تهمرة در ر رسخ رسخ وقع 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 نجر 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 هنا بقى في مد بالألف نجر نجر لا عفوا نجر نجر يبقى هنا في شدة وفتحة بس هنا في شدة وفتحة وبعدها مد بالألف بحر بحار طوف طواف عدد عداد حمال حمال وقف 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 بالشكل ده من الألفاظ ايه المصحف ود وص دي طبعا ايه الألف المادية الصغيرة دي اللي بتقف على الياء البطوت دي لازم آآ اسمها آآ في الرسم الإملائي بتاعنا بنسميها الألف الليينة ولازم يكون قبلها مفتوح وميكونش تحتها نقطتين صلى قدرا نزلاء اول ملاقي حرف مشدد كده باللون الأحمر ده وعليه الشدة والفتحة هنطقوا مرتين هقف عليه الأول بسكون وبعدين هشوف الشدة عليها فتحة يبقى آآ أحرق أنطقوا بحركة الفتح زي كمان ذراتين تنوين الكسر اهو طبعا اخدنا تنوين الفتح وتنوين الكسر وتنوين الضم وعشان ما ننساهمش بنرجعهم برضو عما الصلف الحركة الكسيرة فتحة اهي عما هنا بقى طول عما بقى في شدة ومد بالألف لما فكرا الشدة بقى في نهاية الكلمة اهو أحسا أحلا فتم فصب لجة رجتي غصة بضة أساسا أطلع أطلع مناع مد الألف أهو أطول السوت سحار سلما تنوين بالفتح بيحتاج عصد تنوين الزائد فعال كبار وهاج حلاف تزكى كطنا كطنا يتمط الف لينة هي في اخر الكلمة يمدكم او يمدكم انا مش عارفة انوار ده الاضاءة مش واضحة يمدكم فنردها تلقونه يتولونا تبرنا مكناكم بصوا في هنا في شدتين وارا بعد على الكاف وعالنون مش عارفة مواضحة مك كن نا كاف ونون اتنطقت كل واحد فيه مارتين فاتم هن هنا المين مشدد والنون أيضا مشدد وهنا برضو الصواد والعين يصعد يصعد يغرنك ذكيتم تمام بكده نكون خلاصة النهاردة اهو الشدة مع حركة الفتح ان شاء الله الحلقة الجاية هناخد اللام الشمسية تمام هناخد اللام الشمسية وايه هي الحروف بتاعتها اخدنا قبل كده اللام القمرية بس طالما طبعا دخلنا في الشدة لازم ناخد اللام الشمسية لان دايما الحرف اللي بعدها بيكون مشد استودعكم الرحمن التي لا تضيع لدي الوداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته